أهلاً فيديو اليوم رح أشارككم هالوصفة اللذيذة أم عالي بالبف بيستري بالخبازة الحمراء الوصفة مرة سهلة وسريعة ولذيذة ضروري تجربونها الوصفة اليوم اللذيذة رح أستخدم الخبازة الحمراء من هوم إلي قصر أواني رح نقطع حبات البف بيستري مكعبات صغيرة رح نشغل الخبازة على حرارة 2 رح تأخذ معنا تقريباً من 6 إلى 8 دقائق بعد ما نخلص كل الكمية رح نوزع حبات البف بيستري بها الصينية ورح نضيف عليها المكسرات استخدم المكسرات اللي تحبون أنا هنا أضفت عيني الجمل وبعدها رح نضيف شرايح اللوز وشرايح الفستق ممكن نضيفون جوز الهند وممكن نضيفون الزبيب وبعدها رح نوزع عليها الخليط عبارة عن حليب كريمة طبخة وكريمة خفك قشطة وحليب مكثف محلة رح نشغل الخبازة على حرارة 2 رح تأخذ معنا تقريباً من 4 إلى 6 دقائق رح ندهن الوجب حليب مكثف محلة وقشطة ونرجع نشغل الخبازة على حرارة 2 لما يتحمر عندنا الوجه وخلصنا زينوها بشكل تحبونها أنا هنا زينتها بالمكسرات وبالورد وقدمتها بنفس الصينية وخلصنا الوصفة مرة سهلة وسريعة ضروري ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يا رب إن شاء الله يا رب تكونوا حبيت وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسونا اللايك اشترك بالقناة وتفعيل الجرس وتابعوني على حسابي بسناب شات وحسابي بإنستجرام واشوفكم بصفات جاية إن شاء الله